الجمود سيد الموقف فلا حسم عسكري قادم ولا حل سياسي يلوح في الافق هذا ما يبدو عليه المشهد اليمني منذ اشهر لم تتوقف المحاولات على كل المسارين الا ان الواضح ان كل تلك المحاولات تتحرك في اطار محدود فيما الواقع يقول ان الازمة اليمنية ذهبت باتجاه جمود طويل وان نهاية الازمة لا تزال بعيدة المسار العسكري الذي كان المسار الاول والاجباري لحل الازمة في البلد عبر اسقاط سلطة الانقلابيين في صنعاء بات الان خيارا ثانويا تتحرك جبهته كلما شعرت السلطة الشرعية بان الحل السياسي لا يتفق مع حساباتها لم تتوقف المواجهات والاشتباكات على معظم الجبهات الا ان الواضح هو ان جميع العمليات العسكرية الكبرى التي كان قد اطلقها الجيش الوطني توقفت قبل اتمام مهماتها او تحولت الاشتباكات المحدودة بلا افق للحسم على المسار السياسي تبدو المحاولات الاخيرة لانعاش هذا المسار بعيدة عن صنع السلام وانهاء الحرب في البلد وغاية ما يمكنها الخروج به ان نجحت وتسوية سياسية لا تبعد الايدي عن الزناد كما يفترض بل يجعلها متحفزة لجولة اخرى من حرب تبدو طويلة وهي تندمج كل يوم اكثر في سياق الحرب الاقليمية التي تشتبك فيها اطراف اقليمية ودولية عدة تراجع المجتمع الدولي عن فرض خارطة الحل التي كان قد طرحها وعاد ليجعل منها اطارا عاما لحل ستترك تفاصيله للمفاوضات بين الطرفين اليمنيين وهو الامر ذاته الذي كان يحدث في الجولات السابقة والتي انتهت دون التوصل الى اي شيء حكومة شرعية في عدن واخرى لم يعترف بها احد في صنعه وكل طرف بدأ يرتب وضعه على هذا النحو الذي يؤكد ان الازمة اليمنية مفتوحة على اسوأ الاحتمالات التي يمكن توقعها ترجمة نانسي قنقر